اشتركوا في القناة كتير في ناس بعملوا عمليات بيضطروا يشيلوا جزء من الأمعاء لعدة أسباب ممكن مثلا كانسر ممكن جزء من الأمعاء ملتهب لأي سبب فبنعمل عمليات بنشال جزء من الأبعاء هلا الأمعاء احنا عنا أمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة الأمعاء الدقيقة بيصير امتصاص فيها للمعادن للكائن نشويات للبروتينات يعني جزء مهم للامتصاص وعادة بالأمعاء الغليظة بيصير إعادة امتصاص للسوائل وبعض المواد الثانية الأمعاء طبعا طويلة جدا وإلها دور كتير كبير وكمان إلها دور حيوي مهم لأنه أصلا بيصير في عنا نمو للبكتيريا المفيدة ودائما إذا حافظنا على تغذية سليمة وكان في عنا نمو لها البكتيريا المفيدة بيساعد على الحفاظ على الجهاز المناعي ممتاز هلا لما يشيلوا جزء من هذا الأمعاء الأمعاء قادرة إنها تعمل تأقلم نعم مع الوقت وتقدر تعمل شغل الأمعاء اللي إن شالت بس المشكلة اللي بيعاني منها معظم المرضى بعد هاي العمليات إنه بيعانوا من بعض الأعراض اللي بتنتج عن إزالة جزء من الأمعاء جزء من الأمعاء النفخة وعدم إرتياح في منطقة البطن ممكن يعانوا من فقدان للسوائل بشكل كتير كبير جفاف ناتج عن الإسهال يعني ممكن أولها يعانوا من إسهال مزمن فإحنا بنحاول بالتغذية نساعدهم إنه نخفف من حالات الإسهال وممكن يعانوا حتى من فقدان وزن زيادة عن اللزوم تمام فإحنا بالتغذية وبالنظام الغذائي بنحاول إنه نخفف من الغازات والنفخة والأعراض اللي بتصير لأنه كمان بيصير في آلام بالبطل خاصة نخفف من أعراض الجفاف أو فقدان الوزن اللي سيادة عن اللزوم تمام تمام هلا شو بنا نعمل بالتغذية بالزبط إيش لازم ناكل وإيش لازم نبعد عنه بالزبط هلا أول إشي بدهم يركزوا عليه إنهم ياخدوا كميات كافية من البروتين نعم هلا عادة أكتر إشي أسهل لأنه في بقدروا ياخدوا بروتينات نباتية بس مشكلتها إنه أولها البروتينات النباتية ممكن تعمل نوع من النفخة طبعا لأنه موجودة بالبقوليات اللي ممكن تخلينا نتعرف بالزبط يعني عدس برغو عدس فصولية حمرة فصولية بيضة بقدروا يدخلوها يمكن مش من أول العملية لكن بعدين وبدخلوها عجرعات بسيطة يعني ممكن يبدو بربع كوب تلت كوب شوي شوي لإيقدروا يستحملوا هاي الكمية نعم نحن نركز على البروتينات الحيوانية هاي البروتينات الحيوانية هون عم نحكي عن تونة تونة سمك جعج لحمة أجبان هذول بدهم يتناولوهم طبعا عشان بتساعد لازم ياخدوا كمية كافية من البروتين عشان نتجنب المشاكل أهم إشي لازم يبعدوا عنه السكر والعسل والمشروبات العالية جدا بالسكر لأنها رح تزيد عندهم حالات الإسهال بشكل كتير كبير نعم فهاي من الممنوعات كيف الممنوعات اللي بعض الناس اللي بيعملوا عمليات الجاسترق باي باس وعمليات القص المعدة أهم في عندك ممنوعات للأكل من أهمها الحلويات نعم أنا بتزيد حالة بنسميها دومبينج سندروم فالتناول السكريات بكميات كبيرة العصائر الشوكولاتة الحلويات هذول بتعدوا عنها فخلينا نمشي فيهم إذا تحبي إذن أول شي قلتي إنه لازم يتناولوا الكثير من البروتين وإحنا ممكن يوجدوه بالسمك وبالتونة سمك جاج لحمة كمان بقدروا عادي كل هذا بس المهم إنه ما يكون فيه زيوت كتير ودسم كتير أطعمة مقلية لأنه رح تزيد عندهم حالات الإسهال وهون عم نشوفها أولا هلا المكسرات من الأشياء اللي يفضل يبتعدوا عنها هلا فيه أطعمة عالية جدا بالأوكزاليت وهاي ممكن زيد مشاكل الحصة يعني إحنا هذول الأشخاص معرضين لحدوث حصة الكلا فبديبعدوا عن الأطعمة العالية جدا أو المسببة للحصة زي الأهوة والشاي والمكسرات والشمندر والخضار الورقية زي السبانخ هذول بدهم يبتعدوا عنهم أول فترة عشان ما يتعرضوا لحدوث الحصة البقوليات إذا بدهم يدخلوها مش من أول فترة من العملية بدهم يدخلوها بعد ولما بدهم يدخلوا البقوليات أول إشي ينصح أنه لما نطبخها الفصولية الحمراء الفصولية البيضاء تنتقع بالماء فترة نيحة عشان نخفف من المواد المسببة للنفخة لنسميها أليغو سكرايت ولما بدهم يتناولوها بدهم يتناولوها تدريجيا تمام سكر عسل سرب أي شيء حلويات هاي خاصة أولها طبعا أنا راح تزيد مشاكل حدوث الإسهال اللي بيصير عندهم وكمان الواحد ببطل قادر يعني بطل يعني أنا بعرف لأنا عاملة غاسترق بيطاز فأنا بعرف أنه أنا ما بقدرش أكل حلويات بالزبط يعني بشتهي شهوة مرات مرة كل سنة لأنه بيصير عندي إسهال مش بس إسهال إسهال وتصير أنت كل كميلي بتعرق كتير وتعبانة فإن شاء الله يكون على الكل عم بسمعنا بزرط وياخد بهذه النصائح هلا في كتير الناس مثلا أول العملية بكون الوضع كتير صعب بعدين بس خلاص يصير تتأقلم باقي أجزاء الأمعاء على العمل المفروض تعمله بتخف بس إحنا بأول فترة هيك لازم نعمل ننركز إنه عم بيأخذ بروتين نقسم وجباتنا خلال النهار يعني ما بيزبط يعكل وجبة واحدة في اليوم لأنه ممكن تزيد الغازات والنفخة والإسهال تمام تمام طيب كميات بسيطة فهون بدهم ينتبهوا للكمية إشي ثاني من نركز عليه بما إنه التغذية لازم تكون قليلة جدا بالألياف يعني منعطيهم ألياف ولكن مش بكميات كبيرة نعم فشو منه نعمل خضار وفواكب بقدروا يتناولوا بس يفضل إنها كلها نقشرها أوك وفي بعض الخضار اللي يفضل نبتعد عنها يعني مثلا خيار جزر بقدروا يأكلوا خاص بقدروا يأكلوا فاصولية خضرة بقدروا يأكلوا بس مثلا بروكلي ملفوف زهرة الأشياء اللي بتعمل غاز ونفخة يفضل يبتعدوا عنها ويفضل إنه يأشروا الفواكه والخضار عشان تخفف كتير من الألياف حتى التفاح حتى التفاح تمام وأول مرحلة مش غلط إنه يكون مثلا زي التفاح مهروس شوي أو مسلوق نتفى صغيرة عشان يخفف من أعراض الإسهال والنفخة نبدوا يأخذوا كميات ألياف ولكن مش كميات كبيرة حتى ممكن ننتقل من الخبز الأسمر للخبز الأبيض أو خبز الشوفان والشعير عشان ما يأخذوا الخبز اللي فيه حبوب كاملة كبيرة تزيد من مشاكل الإسهال عندهم تمام فما يتناولوها بالنفخة فأول فترة ما يتناولوها هاللي بدوا يتناولوه كل الفواكه معدل الفواكه المجففة الموز بقدروا يتناولوه بس تكون مؤشرة الخضار كلها بيتناولوها بس ما يأخذوا الخضار اللي فيها مسبب للنفخة وبدون إشر بدوا يركزوا على البروتين النشويات رز دورة مثلا أولها ممكن تضايقهم عشان الإشرخ؟ او عشان الفايبر الموجود بالبره فهذا ممكن يزيد وبدوا ينتبهوا ممكن يضطروا يحتاجوا في عندنا بالمستشفيات وبالصيدلية طبعا تحت إشراف طبيب وأخصائي تغذية في مشروبات خاصة للناس اللي بيعملوا العملية وما بيقدروا يتحملوا الأكل فمنحاول نقسم لهم وجباتهم بس إذا حسنا في نزول كتير كبير بالوزن في مكملات بتكون سائلة خالية من اللاكتوز وهاي الأشياء اللي ممكن تعمل نفخة وفيها كل الفيتامين والتغذية البحاجة فممكن أولها نعطيهم على يعني لبعض الوجبات عشان نمنع الزيادة الكبيرة بنزول الوزن يعني عشان نتجنب المشاكل هاي وطبعا بكل هذا الحكي اللي أنت قلت لنا إياه إحنا لازم نعرف أنه بهذا الوقت لازم يحافظوا على السوائل بيشربوها كل الوقت بالضبط بدي يقسموا وجباتهم ويقسموا السوائل وما يشربوا السوائل مع الوجبة وياخدوا المعادن والفيتامينات الموصوفة من الطبيب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر